اشتركوا في القناة اذا على بركة الله لنبدأ فوائد الطاقة النظيفة اقرأ النص قراءة صامتة اذا اقرأ النص تقدم الطاقة النظيفة فوائد كثيرة للانسان والبيئة التي تحيط به فهي لا تنضب ابدا وتمنح الانسان طاقة خيالية من النفايات بكل انواعها ومن هنا فيتحمي صحته وتساهم في المحافظة على البيئة ثم ان الطاقة النظيفة ذات تكلفة انتاج بسيطة تعمل على تحسين معيشة الانسان وتساهم في الحد من الانبعاتات الحرارية الضارة كما تعمل على حماية الكائنات الحية جميعها وخاصة المهددة منها بالانقراض وحماية المياه الجوفية والانهار والبحار والثروة السمكية من التلوط ناهيك عن دورها الكبير في تأمين الامن الغدائي لسكان كوكبنا الازرقي فهي تعمل على الزيادة في انتاجية المحاصيل الزراعية بفضل خلوها من الملوتات الكيميائية والغازية كليهما فهي تعمل على الزيادة في انتاجية المحاصيل الزراعية بفضل خلوها من الملوتات الكيميائية والغازية كليهما فهي تعمل على الزيادة في النص نضغط على الاسئلة التي نجعبه على الاسئلة هالنص ونجزه في دفتاري ثم اي حاجة هنا هندي خرجوها تكتبوها في الدفتار مش كتبوش في الكتاب لانه لا خرجوش هشات في الكتاب ثم مش كتبوش في الكتاب انقلوها تحته سطر ثم اضبطه بالشكل التعم إذا لم اطلب منكم هناية نقلوه في الدفتار ذلك الشيال المسطرين عليه في النص وتحاولو تشكلوها اذا ان نشكل تقدم الطاقة النظيفة فوائد كثيرة للإنسان والبيئة التي تحيط به طاقة خيالية ومن هنا في تحمي صحته كما تعمل خلوها خلوها إذن أقترح عنوانا آخر للنص شيء عنوان آخر للنص؟ مثلا الطاقة النظيفة أو الطاقة البديلة مثلا الطاقة النظيفة الطاقة البديلة أستخرج من النص الفكرة الأساسية إذن الفكرة الأساسية للنص يتحدث النص عن فوائد الطاقات النظيفة والإنسان والبيئة إذن يتحدث النص عن فوائد الطاقات النظيفة والإنسان والبيئة أكتب خريطة كلمة تمنح ذا الخريطة ذا الكلمة تمنح نوع كلمة فعل مرادفها تمنح أي تعطي ضدها تحرم أو تمنح تركيبها في جملة تمنح الشمس الإنسان مصدرا طاقيا نظيفا إذن قلنا خريطة كلمة تمنح نوع كلمة فعل مرادفها تعطي ضدها تحرم أو تمنع تركيبها في جملة تمنح الشمس الإنسان مصدرا طاقيا نظيفا أستخرج القيم الموجودة في النص إذن 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 هي القيم الموجودة في النص القيم الموجودة في النص الحفاظ على التنوع البيولوجي المحافظة على البيئة حماية الكائنات الحية جميعها جميعها الأمن الغذائي إذن القيم الموجودة في النص الحفاظ على التنوع البيولوجي المحافظة على البيئة حماية الكائنات الحية جميعها الأمن الغذائي استخرج من النص جملة مؤكدة بحرف إذن 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 أتخرج من النص جملة مؤكدة بحرف إن الطاقة النظيفة ذات تكلفة إنتاج بسيطة إذن قلنا شملة مؤكدة بحرف إن الطاقة النظيفة ذات تكلفة إنتاج بسيطة نمر إلى الحصة الثانية أعرب الكلمتين الإنسان النظيفة إذن الكلمات جاء في النص إذن نحاول رجع النص دي ما بتعطينا نعربه كلمات نحاول رجع النص شوفوا في السياق في نجاح نحاولوا نعربه حسب مكان دياله إذن الإنسان هو مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره النظيفة نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته إذن الإنسان مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره النظيفة قلنا نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته أعرب الجملة إن الطاقة النظيفة ذات تكلفة إنتاج بسيطة إن الطاقة النظيفة ذات تكلفة إنتاج بسيطة إذن إن حرف نص الطاقة اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره النظيفة نعت تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته ذات خبر إن مرفوع على ما ترفعه الظاهرة على آخره وهو مضاف تكلفة مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف إنتاج مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة على آخره بسيطة نعت تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته نقلنا إن حرف نص الطاقة اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره النظيفة نعت تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته ذات خبر إن مرفوع على ما ترفعه الظاهرة على آخره وهو مضاف تكلفة مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة على آخره وهو مضاف إنتاج مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة على آخره بسيطة نعت تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته أضع اسم تفضيل مكانا نقطي عندنا الطاقة الشمسية من الطاقة المنتجة من النفط والغاز دول العالمي اليوم اهتماما بهذه الطاقة المتجددة إذا المطلوب من هنا نضيفه نضيفه اسم تفضيل يكون مناسب مكان النقط مثلا الطاقة الشمسية أنضفه من الطاقة المنتجة من النفط والغاز دول العالمي اليوم أكثر اهتماما بهذه الطاقة المتجددة إذن قلنا الطاقة الشمسية أنضف من الطاقة المنتجة من النفط والغاز دول العالمي اليوم أكثر اهتماما بهذه الطاقة المتجددة آتي بجملة تتضمن توكيدا لفظيا وأخرى تتضمن توكيدا معنويا إذن جملة تضمن توكيد لفظي مثلا استعمل مصادر الطاقة المتجددة استعمل مصادر الطاقة المتجددة كنا توكيد لفظي هو الذي يتوقيد عن طريق تكرار الكريمة جملة تتضمن توكيد معنوي أقبل العالم كله أقبل العالم كله على المصادر الطاقة البديلة والتوكيد المعنوي هو تتضمن كلمات كله بحالة الكلمة كله وضمير متصل تكون تابع لها إذن جملة تتضمن توكيد لفظي استعمل استعمل مصادر الطاقة المتجددة جملة تتضمن توكيد معنوي أقبل العالم كله على المصادر الطاقة البديلة آتي بكلمات حدف منها الألف رسما ولا نطقا إذن شك كلمات تحدف منها الألف رسما وكد تنطق بها كلمات حدف منها الألف رسما ولا نطقا قلنا هذا هذه هؤلاء ذلك لكن أتي بكلمات حدف منها الألف رسما ولا نطقا إذن شك كلمات تحدث منها الألف رسما ولا نطقا ولكن كدتنطق بحال مثلا داود طاوس كلمات حدف منها الألف رسما لا نطقا داود طاوس إذن أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات كان هذا هو الفيديو دي اليوم الشكل والتطبيقات الكتابية فوائد الطاقة النظيفة سفحة 150 من كتاب اللغة العربية في رحاب اللغة العربية السنة السادسة من التعليم الابتدائي إذن تمنى أنكم تكونوا استفتما في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر